إذ قال يوسف لأذي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت ضملي ساجرين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل الحديث في سورة يوسف عليه السلام الآية تحدثنا عنها وكذلك مكننا ليوسف في الأرض فأضافها الله إلى نفسه سبحانه وتعالى وتحدثنا عن أنواع التمكين وعن أهداف التمكين وعن أسباب التمكين شخصية سيدنا يوسف عليه السلام يعني التمكين الرباني وهو فيه تمكين رباني وفيه تمكين استدراج في القرآن الكريم يعني في بعض الأنظمة مثلا الأنظمة الفرعونية كانت لهم تمكين في السلطة والحكم في هذه الأرض لكن كان تمكين لم يكن ربانيا وإنما كان في باب الاستدراج هذه قصة طويلة لكن نحن نحكو عن التمكين الرباني التمكين الرباني يحتاج لشخصية تتصف بصفات صفات رجل التمكين، صفات رجل الدولة، صفات أول حاجة في شخصية يوسف عليه السلام صفة التوحيد والإمام بالله كانت واضحة كما قلنا صفة الإتقان والإحسان، صفة الإخلاص، صفة الصدق صفات عديدة تجسدت في شخصية سيدنا يوسف الحكمة والإحسان هذه كلها في شخصية سيدنا يوسف بعضهم سماها صفات زعيم المدينة الفاضلة الإمام القاسمي في محاسن التأويل وذكر وأخرج كثير من هذه الصفات العظيمة لقائد أو الرجل الدولة كيف يكون بالاستلهام صفات القادة الربانيين أيضا النقطة الثانية يكون في منهج واضح وفي مرجعية واضحة تمثلت في ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوم أيضا خبرة عملية من الحياء هذه الخبرة دائما كررنا أكثر من مرة إنها استفادة من وجوده مع العزيز في بيته وكان راجل دولة وأسند إليه بعض الملفات المتعلقة بالعمل والشغل وأنجزها يوسف عليه السلام وبالتالي هو لما وصل للحكم لم يصل من طرق كانت له خبرة في قضايا السياسة خبرة ومعرفة بقضايا الاقتصاد ومعرفة بحقيقة المجتمع الذي كان يعيش فيه أيضا فترة السجن والامتحان والابتلاة والاحتكاة يبقى هذه كلها ساعدت وصاقها الله سبحانه وتعالى وجعلها من الأسباب التي مكن الله ليوسف عليه السلام في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء قلنا يتبوأ منها هنا تفيد مفهوم المراقبة ومفهوم أن القائد يكون مع فريق إداري كبير ويتحرك بين المدن وبين المخازن وبين القرى وبين المؤسسات الدولة بنفسه يتابع ويحاسب ويراقب ويوجه ويرشد طبعا بفريق عمل ليس وحده يبقى أي خطة أي خطة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أي مشروع كان نهضوي يحتج للقائد ويحتج لصفات القائد ويحتج لمنهج إداري ويحتج لرؤية يحتج لأهداف ويحتج لفريق مؤمن بهذه الرؤية ويحتج لشخصية يلتب حولها هؤلاء الناس هذه كلها كانت متوفرة في شخصية سيدنا يوسف عليه السلام أيضا نقطة مهمة جدا وهي طبعا القيادة السياسية لا تساند المشروع الاقتصادي أو الاجتماعي لا ينجح هذا المشروع لكن بقصة سيدنا يوسف نجد عامل مهم في نجاح مشروع الاقتصادي والنهضة والي ينهض بهذا الشعب والشعوب التي حوله وجود القائد السياسي المتمثل في الملك فالملك كان عاقل الملك كان الرجل يعني يحترم الكفاءات ويحترم القدرات بعض الأنظمة لما يخرج إنسان عنده كفاءة معينة أو قدرة معينة على حل الإشكال يحدث له نوع من الغيرة ومن الحسد يدعه السجن أو يصفي يقتله أو يسلط عليه الآلات الإعلامية لتشويها واختيالها معنويا لكن هذا الملك من أسباب نجاح خطة سيدنا يوسف عليه السلام من القيادة السياسية المتمثلة في أعلى سلطة في الدولة كانت داعمة وكانت متعاونة وكانت مقتنعة بأهمية المشروع وقيادة يوسف عليه السلام يبقى وجود السلطة السياسية والدعم لأي مشروع مهم جدا في أي مشروع نهضوي يبقى أن تتلاحظ مثلا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الحاسدون رموه في البير والسماسرة باعوه بثمن بخص تراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين والعاشقون أو العاشقات رمته في السجن أما العقلاء فمكنوه من الحكم ومن السلطة وهذه فيها من الدروس وفيها من العبر الكثيرة وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء الله قال نصيب برحمتنا من نشاء يعني سبحان الله نصيب برحمتنا من نشاء هو في آيات أخرى وضحت في القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاء والذين هم بآياتنا يؤمنون فالرحمة في القرآن حديثها واسع كبير الله سبحانه وتعالى لما قال ما يفتح الله للناس من رحمة رحمة يعني أي لون من ألوان الرحمة فلا ممسكة لها لا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله سبحانه وتعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الرحيم وليادة حتى في القرآن في سورة يوسف وهو أرحم الراحمين ذكرت مرة أكثر من مرة ويخفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سيدنا يعقوب أيضا يذكر وهو أرحم الراحمين أيضا في القرآن أسماء الله الرحمن والرحيم ذكرت يعني بتوسع في في القرآن الكريم وهذه من الأسماء التي ذكرت في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لأن أسماء الله الحصنة ومن خلالها نتعرف عن الله سبحانه وتعالى من خلال أثارها السؤال العليم في العلم الذي أصاب سيدنا يوسف عليه السلام أو الحكيم الحكمة التي من هي أثر من أسماء الله الحكيم والسميع العليم أسماء الله الحسنى منها وهو أرحم الرحمين سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء أيضا التمكين الله سبحانه وتعالى هنا سماه رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى لماذا سماه رحمة لأن هذا تمكين خير تمكين في فعل خير رجع بالخير على يوسف ورجع بالخير على خلق من خلق الله وإن كانوا منحرفين عن شرع الله فرحمهم الله سبحانه وتعالى بالتمكيل ليوسف عليه السلام ورحم أيضا بعقوب عليه السلام في نهاية القصة ورحم أيضا بإخوانه ورحم أيضا بالفقراء والمساكين الذين عملهم يوسف عليه السلام وفق منهج الله وأخلاق الأنبياء والصالحين والمرسلين الذين يريدون الآخرة ووجه الله سبحانه وتعالى يبقى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين تلاحظ إن مقام الإحسان حاضر ولا نضيع أجر المحسنين يعني ليست خاصة هذا التمكين وهذه الرحمة بيوسف فقط لا أي إنسان صار على نهج الأنبياء على نهج المحسنين دخل في مقامات الإحسان يعبد الله كأنه يراه التخلق بأخلاق الإحسان تصيبه رحمة الله سبحانه وتعالى الخير المترتب عليها الثواب ورفع المقامات عند الله سبحانه وتعالى نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قال يوسف لأذيها أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أبوا الشمس والقمر أبوا الشمس والقمر إني رأيت أظم لي ساجدين شكرا